بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 22 معكم معلمتكم العنود الاعتابي ونرحب بأستاذ لغة الإشارة صالح العجان بإذن الله اليوم سيكون الطبيعة الديناميكية للاتزان نحن وصلنا إلى الباب الرابع الاتزان الكيميائي ما زلنا في الدرس الأول وهو حالة الاتزان الديناميكي قلنا فكرته الرئيسة يوصف الاتزان الكيميائي بتعبير ثابت الاتزان الذي يعتمد على تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة تعلمنا في الحصة الماضية التفاعل العكسي كذلك تعرفنا على الاتزان الكيميائي اليوم بإذن الله ستكون الطبيعة الديناميكية للاتزان وأيضا خواص الاتزان الكيميائي وهو الهدف الموجود في هذا الدرس إذن الفكر الرئيسة قلنا يوصف الاتزان الكيميائي بتعبير ثابت الاتزان ثابت الاتزان يعتمد على تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وصلنا إلى هذا الهدف تعدد خواص الاتزان الكيميائي بإذن الله سنستنتجها اليوم ثم تكتب تعبير الاتزان للأنظمة المتزنة ستكون في الحصة القادمة تحسب ثوابت الاتزان من بيانات التركيز أيضا ستكون في حصة قادمة مراجعة المفردات التفاعل الكيميائي قلنا هو إعادة ترتيب الذرات لماده أكثر ثم تعطيني مواد جديدة مختلفة مفرداتنا الجديدة التفاعل العكسي والاتزان الكيميائي الطبيعة الديناميكية للاتزان لاحظ معي هذا الممرض ماذا يحتاج الممرض لدفع أو سحب كرسي المريض؟ ماذا يحتاج؟ قوة أحسنتم إذن يحتاج إلى قوة فهو يبذل قوة عندما يدفع مثلا الكرسي أو مثلا يفتح الباب أو يغلق الباب التالي فهو يحتاج إلى قوة لاحظ معي هذا الشكل هنا في نفس الاتجاه وهنا جسم إذا أثرت قوتان أو أكثر في نفس الاتجاه فكم ستكون المحصلة؟ لاحظ أن المحصلة هنا 15 اتجاه هذا ثم 15 إذن كم ستكون المحصلة الكلية؟ 15 زاد 15 أحسنتم ستكون مجموعهما ستعطيني المحصلة إذن ستعطيني 15 زاد 15 ستعطيني 30 نيوتن إذن مجموعة القوتين طبعا ستؤثر باتجاه اليمين أي في اتجاه القوتين لاحظ هنا القوتان متساويتان ولكن مختلفتان في الاتجاه لاحظ إذا أثرت قوتان أو أكثر في الاتجاه تكون متعاكس لكن القوة نفسها كم ستكون المحصلة؟ سيكون الفرق بينهما إذن القوة المحصلة ستكون الفرق بينهما 15 ناقص الـ 15 ستعطيني 0 إذن المحصلة النهائية ستكون 0 انظر الآن إذا أثرت قوتان في جسم وفي اتجاه متعاكس لكن هنا القوتان مختلفتان في القوة 20 و 10 إذن سيكون الفرق بينهما أحسنتم الفرق بينهما ولكن الاتجاه سيكون أين؟ في الاتجاه للقوة الأكبر إذن سيعطيني الفرق بينهما 10 نيوتن انظر لهذا الشكل شخص واحد مقابل أربعة هل يوجد تكافؤ بين الفريقين هنا؟ بالتأكيد لا إذن هل تتوقع أن يحدث اتزان بين الطرفين في شد الحبل؟ بالتأكيد لا انظر هنا ثلاثة مقابل ثلاثة متى يصل الاتزان في لعبة شد الحبل؟ عندما يتساوي الفريقين أحسنتم أيضا بالأعمار والأوزان والأحجام والطول إذن عندما يسحب الفريقان الحبل بقوة متساوية هنا ستكون محصلة القوة صفر بالتالي لن يتحرك الحبل لأن القوتان متساويتان في هذه الحالة أنا أصف النظام هناك كل بأنه في حالة اتزان لو قلنا هذا 10 نيوتن قوة وهذا 10 وهذا 10 أصبح مجموعهم 30 أيضا هذا 10 نيوتن قوة وهذا 10 مجموعهم 30 إذن 30 ناقص 30 ستصبح المحصلة النهائية هي الصفر بالتالي لن يتحرك الحبل لوجود اتزان ما بين الطرفين ما علاقة هذا بدرسنا؟ سنربط الآن انظر في هذه الصورة هل من الممكن أن نطلق على لعبة التوازن في هذه الحالة نظام متزن؟ لاحظ هنا الطفلين نفس الأوزن نفس الطول إذن هل هما في حالة اتزان؟ لاحظ نعم هنا في حالة اتزان إذن القوة هنا متماثلة كذلك الاتجاه بينهم متعاكس إذن هنا القوة متوازنة والنظام ككل في حالة متزن إذن نظر للصورة الأخرى هل من الممكن أن نطلق على لعبة التوازن في هذه الحالة أنه في حالة اتزان؟ شخصين أو طفلين مقابل طفل بالتالي لاحظ الارتفاع هنا ولاحظ هنا أنه ملامس للأرض إذن هل هو في حالة اتزان؟ إذن سنقول أنه في هذه الحالة لن يكون في حالة اتزان ما السبب؟ إحدى القوة أكبر من القوة الأخرى إذن المحصلة ستكون أكبر من الصفر إذن ماذا سيحدث هنا؟ هل هو قوة متزنة في هذه الحالة؟ لن تكون قوة متزنة خمن أثر القوة غير المتزنة ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيعطيني جسم غير متزن وسيأثر هذا في تسارع كذلك الجسم عندما يترك هذا الشخص الطفل هنا سيحدث تسارع فيما بين الشخصين فأحدهما سيرتفع والآخر سينزل بسرعة إذن سيحدث التسارع للأجسام بسبب عدم توازن القوتين بين الطرفين وضح كيف تشبه لعبة التوازن الاتزان الكيميائي وصلنا إلى كيميائياتنا الجميلة عندما يكون التفاعل في حالة اتزان لاحظ التفاعل بين مواد تتساوى سرعة التفاعلين الأمامي والعكسي هنا يسميه الطردي هو الأمامي تماما مثل تساوي القوة المؤثرة في لعبة التوازن تكون القوة متوازنة فلا يحدث أي تغيير عندما يكون التوازن بين المواد لا يحدث أي تغيير لكن عند اضطراب الاتزان يبدأ التفاعل من جديد للوصول إلى حالة اتزان جديدة هذا هو جسر الملك فهد رحمه الله ما بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين فلنقول أن هنا عشرة آلاف سيارة في هذه المدينة بالطرف المملكة العربية السعودية بالطرف البحرين مثلا نقول أنها خمسة آلاف سيارة كيف سنقوم بعملية التوازن بين المدينتين أو بين الدولتين فلنفرض أنه من المملكة العربية السعودية يخرج خمسمائة سيارة في الساعة الواحدة ومن دولة البحرين للمملكة العربية السعودية يخرج 500 سيارة في الساعة الواحدة إذن هنا حصل توازن ما بين الدولتين في الطريق لا علاقة لنا بكم يوجد في داخل الدول بداخلها إذن هنا تم الوصول إلى حالة من الاتزان بحيث يتساوى عدد السيارات العابرة للجسر في الاتجاه الأول كذلك في الاتجاه المعاكس إذن ستكون هناك توازن 500 سيارة مقابل 500 سيارة إذن سيحدث هنا اتزان ليس من الضروري هنا أن يحدث أيضا تساوي في عدد السيارات في مدينتين أو في الدولتين انظروا لمثال آخر يجدف شخص في قارب نحو أحد طرفي النهر بالسرعة نفسها التي يدفع بها التيار القارب نحو الطرف الآخر هو يجدف والقارب يدفعه هو يجدف والقارب يدفعه إذن هل سيتحرك أساسا القارب؟ لن يتحرك القارب هل تتوقع أن يكون هنا في حالة اتزان؟ القارب لا يتحرك بالنسبة لضفتي النهر سيكون هناك قوة دفع وشد لكن نعم هو في حالة اتزان ديناميكي فيزيائي هذا هو المثال الثاني إذن القارب لا يتحرك لكن هو في حالة اتزان ديناميكي وفيزيائي انظر لهذه الصورة لدينا ناطحتي السحاب يوجد بينهما جسد تأمل الأشخاص الموجودين في ناطحتي السحاب ينتقلون من المبنى الأول إلى المبنى الثاني والعكس افترض أن عدد معين من الأشخاص محصورين في مبنيين في هذين المبنيين مثلا متصلين بممر يسمح للناس بالعبور ذهابا وإياما كيف سيكون هناك حالة اتزان؟ أو كيف سنضع هنا حالة اتزان؟ كيف سنطبق الاتزان هنا؟ بنفس طريقة السيارات إذا كان عدد الأشخاص الذين يمرون ذهابا مساوي لعدد الأشخاص الذين يمرون إيابا إذن سيكون هناك توازن في الجسر ولا علاقة لما بين المبنيين كم يوجد فيهما من أشخاص إذن هنا حدث أيضا توازن في الجسر إذن سنشبه ناطحتي السحاب بهذا الدورقين إذن تأمل الصورتين هل هناك شبه؟ نعم كأن هنا جسر عفوا هذا الجسر هنا مبنى الأول وهنا المبنى الثاني إذن كأن الدورقين مشابهين لناطحتي السحاب لاحظ هنا المفتاح هنا مغلق لكن هنا المادة وهي اليود هنا أيضا المادة هي اليود إذن هل سيحدث هنا اتزان؟ لتفسير الطبيعة الديناميكية للاتزان الكيميائي سنأخذ هذا كمثال وضع كميات متساوية من بلورات اليود في دورقين متصلين لكن هنا الدورقين الآن متصلين نعم لكن مغلق في حالة مغلقة انظر الصورة لديك في الكتاب المدرسي الفقرة الأولى في الجهة هنا اليسرى يحتوي الدورق على جزيئات اليود من النظير غير المشع رقمه يود 127 بينما في الطرف اليمين يوجد أيضا يود من النظير المشع اليود 131 لاحظ هنا اختلاف في النظار ركز على عددات الإشعاع أحدهما بالجهة اليمين والآخر في الجهة اليسار هل هناك تساوي في قراءات العداد؟ هل تلاحظ هنا تساوي في قراءات العداد؟ طبعا هنا ستختلف إذن تبين عددات الإشعاع أن هناك فرق في مستويات الإشعاع في كل من الدورقين لاحظ هنا مغلق لم نفتحه إلى الآن إذن لن يكون هناك الآن توازن ماذا يسمى التفاعل الأول؟ لاحظ لاحظ الحالة الفيزيائية من الصلب إلى الغاز التفاعل الأول هو التفاعل الأمامي من الصلب إلى الغاز مباشرة دون المرور بحالة السيولة ما هو التعريف وهذا؟ التسامي إذن تتغير جزئات اليود من الحالة الصلبة إلى الحالة المباشرة ماذا نسمي هذا؟ نسمي التسامي لاحظ معي تتحول من الحالة الصلبة إلى الغازية دون المرور بحالة السيولة ثم العكس مرة أخرى أيضا في التفاعل العكسي ستعود مرة أخرى من الغازية للصلبة مرة أخرى في كل الدورقين طبعا في التفاعل العكسي تعود جزيئات اليود الغازية إلى الحالة الصلب أي هنا في الدورقين فقط في داخل كل دورق يحدث توازن في داخل الدورق الواحد يحدث توازن ما بين الحالة الغازية والحالة الصلبة نحن نريد توازن بين الدورقين وليس في الدورق فقط إذن نحن نريد توازن في الدورقين خمّن ماذا سيحدث عند فتح المحبس في الأنبوب الذي يصل بين الدورقين لاحظ هنا قمت بفتحه إذن ماذا سيحدث؟ انظر ينتقل بخار اليهود بين الدورقين انظر إلى الاتجاه الآن في الأسهم قبل قليل كانت إلى الأعلى والأسفل الآن إلى اليمين وإلى اليسار إذن ينتقل بخار اليهود بين الدورقين انظر الآن إلى العدادات قراءات العدادات في الإشعاع قراءات الإشعاع انظر الآن ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ قلنا أن البخار انتقل إذن ماذا حدث؟ تساوت مؤشرات قراءة عدادات الإشعاع في هذه الحالة حدث توازن بين الدورق الأول والدورق الثاني إذن هل تتوقع أن يصل التفاعل للاتزان بما أن قراءة العداد هنا ووقعت في المنتصف وكلاهما نفس القراءة إذن نعم وصلت إلى التوازن إذن جزئات اليود تتغير بشكل مستمر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية في ماذا في التفاعل الأمامي ومن الحالة الغازية للحالة الصلبة في ماذا في التفاعل العكسي وأصبحت تنتقل من الدورق الأول والعكس إلى الدورق الثاني إذن تشير قراءات العداد أيضا أن هناك نوع من التوازن قد تحقق في الحجم الكلي لاحظ قال في الدورقين وليس في الدورق الواحد مثل A وانظر هذه الصورة لديك وأيضا قم بقراءة التعليق الموجود في الشكل 6-4 تفصل جزئات اليود المشع في الدورق اليمين عن جزئات اليود غير المشع في الدورق اليسار لاحظ أيضا قراءات العداد هذا ما طبقناه قبل قليل في B عندما قمنا بفتح المحبس ففترة من الزمن توضح قراءات عدادات الإشعاع وجود جزئات مشعة في كل من الدورقين ماذا حدث لها؟ تحركت الجسيمات ما بين الدورقين بين الحالة الصلبة والحالة الغازية حتى حدث توازن بين الدورقين والدليل على ذلك هي قراءة عدادات الإشعاع إذن ما هي خواص الاتزان؟ لو نعود لهذه الصورة ستجد أن هنا النظام مغلق لم تخرج الجزئات أبدا وحدث تفاعل ما بين الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية إذن النظام مغلق أيضا كانت درجة الحرارة محبوكة هنا إذن درجة الحرارة كانت مثبتة والنظام قلنا مغلق وحدث تفاعل إذن ما هي خواص الاتزان حتى أقول أن هناك توازن كيميائي في هذا التفاعل أولا لا بد أن يكون النظام مغلق حتى أعرف أن حدث التوازن لم تتسرب المواد إلى الخارج إذن يمثل كل دورق نظام مغلق لا يمكن المتفاعلات أن تخرج أو تدخل من الدوارق الموجودة لديه درجة الحرارة كانت أيضا مضبوطة كانت إما أن نقول 25 درجة سيلولوزية أو نقول نجمعها على 273 ستعطيني 298 بالكالبن ويفضل أن تقرأها بالكالبن أفضل 298 الضغط كان واحد ضغط جوي إذن درجة الحرارة ثابتة هذه هي الخاصية الثانية من خواص الاتزان الكيميائي هل حدث تفاعل قبل قليل؟ نعم حدث تفاعل إذن دائما توجد متفاعلات وتوجد نواتج أي يعني هذا أن هناك حركة ديناميكية ثابتة صلب غاز غاز صلب أي يعني أن هناك اتزان ديناميكي وليس التفاعل أن يكون ساكنا فلابد من حدوث التوازن إذن عدد خواص الاتزان الكيميائي لابد أن يكون النظام لديه مغلق تكون درجة الحرارة فيه ثابتة الضغط الجوي هنا هو ضغط جوي درجة الحرارة 298 كالفن لابد أن يكون هناك تفاعل ديناميكي بين المواد أي توجد مواد متفاعلة وتوجد مواد ناتجة إذن ننتقل الآن إلى التقويم ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة من خواص الاتزان الكيميائي توجد النواتج والمتفاعلات معا وهي في حركة ديناميكية ثابتة هذا يعني أن الاتزان ديناميكي وليس اتزان ساكن طبعا هذه صحيحة وهي من خواص الاتزان الكيميائي الفقرة الثانية لا يشترط ثبوت درجة الحرارة قلنا أن من خواص الاتزان أنه يشترط ثبوت درجة الحرارة فهذه العبارة خاطئة هنا السؤال اختر الإجابة الصحيحة للعبارات التالية عند الاتزان الكيميائي تكون صرعة التفاعل الأمامي والتفاعل العكسي هل أقل الأمامي أقل أم العكسي أقل أم الأمامي أكثر أم متساويتان طبعا متساويتان أحسنتم أنظر الآن للسؤال الذي يليه عند الاتزان الكيميائي لا بد من تغير درجة الحرارة طبعا هذه خاطئة النظام مغلق التفاعل ساكن ضغط عالي إذن نستبعد الأولى والثالثة الضغط كان ثابتا فهذه نستبعدها إذن الإجابة الصحيحة هي النظام مغلق إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا الطبيعة الديناميكية للاتزان كذلك خواص الاتزان في سؤال لديك في النشاط المنزلي لخص ما حدث في الدورقين لخص واكتب ما حدث في الدورقين ثم بعد ذلك استنتج خواص الاتزان الكيميائي واكتبها إلى هنا الطلاب ينصل لنهاي الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم